موسيقى استعدت مدينة ملبو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية استعدادا كاملا للقمتين الاستثنائيتين المقرر عقدهما في السابع والعشرين والثامن والعشرين من مايو 2022 والتي خصصت الاولى منها للوضع الانساني في افريقيا فيما خصصت اثانية للارهاب والتغييرات غير الدستورية في افريقيا وقد بدأت الانشطة التمهيدية فعليا يوم الاربعاء الخامس والعشرون من مايو 2022 مع افتتاح جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي والذي تزامن مع الاحتفال بيوم افريقيا ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية سابقا والاتحاد الافريقي حاليا وقد بدأت الوفود المشاركة في القمة على رأسها قادة بعض الدول الافريقية في الوصول الى مربو عاشية عقاد القمة الاستثنائية حيث وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس دي بيتنو الى مدينة مالابو عاصمة جمهورية غينية الاستوائية بعد ظهر الخميس السادس والعشرين من مايو 2022 وكان في استقباله لدى وصوله بمطار مالابو الدولي رئيس وزراء جمهورية غينية الاستوائية فرانسيسكو باسكوال اوباما اسوي كما كان في استقباله ايضا سفير جاد في مالابو جدا موسى عطمان وحيى رئيس الجمهورية كبار المسؤولين من جمهورية غينية الاستوائية الذين كانوا في المطار للترحيب بفخامته كما صافح ايضا وزير الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي وشاديين في الخارج السفير شريف محمد زين والسفير جاد لدى اديس ابابا محمد علي حسن وانائبة رئيس لجنة السماك باطم حرم اصيل بطلا عن اعضاء البعثة الدولوماسية الشارية في مالابو واكد البعثة الدولوماسية الشارية في اديس ابابا وبعد استراحة قصيرة بصالون الشرفي برفقة رئيس وزراء جمهورية غينية الاستوائية فرانسيسكو باسكوال اوباما اسوي عيث تبادل اطراف الحديث غادر رئيس الجمهورية الفريق محمد دريز دبيتنو المطار في موكب رسمي اتجه صوب مقر اقامته في قلب العاصمة مالابو ورافق رئيس الجمهورية بعض اعضاء الحكومة واموع ويني رئيس الجمهورية في الامانة العامة والمكتب المدني صبيحة الجمعة السابع والعشرون من مايو الفين واثنين وعشرين مركز المؤتمرات في سيبوبو بمدينة مربو عاصمة جمهورية غيني الاستوائية يعج بنشاط كبير قبيل انعكاد القمة خاصة مع تدفق وفود الدول المختلفة لحضور اعمال الدورة الاسدنائية الخامسة عشر للقمة الانسانية ومؤتمر اعلان التبرعات لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي انطلقت فعاليات القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول الوضع الانساني وقد شارك في افتتاح اعمال القمة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريزي بيتنو الى جانب نظرائه على رأس وفد شادي رسمي واستهلت المناسبة بكلمة رئيس جمهورية غيني الاستوائية جودورو اوبيان جيمان باسوغو رئيس الدولة المضيفة والذي اكد ان افريقيا هي مهد البشرية ومصدر الثقافات وبها من المواد الخام ما يجعل من غير المنطقي ان تتخلف القارة عن مواكبة ركب التنمية واشر الى ضرورة ان تتولى الدول الافريقية زمام المسؤولية وتبادر بما لديها من امكانيات لكي تضمن مستقبل سكانها اعقبه في الحديث رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد الذي قال ان عقاد هذه القمة الاستثنائية الانسانية ومؤتمر المانحين والتي طال انتظارها يعكس مساعي الاتحاد الافريقي واهتمامه بالبحث عن حلول مستدامة للملف الانساني في القارة موضحا بالارقام نسبة السكان الذين هم بحاجة الى مساعدات عاجلة في جميع اتجاهات القارة الاربع كما تحدث ايضا مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف بالشؤون الانسانية مارتين غريفث الذي اكد استعداد الامم المتحدة للوقوف بجانب الانتحاد الافريقي باطار الشراكة القائمة بينها وبين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني تابعة للبلدان الافريقية عائشة بخاري رئيسة بعثة السلام للسيدات الاول اشارت لحجم التحديات التي تنتظر القارة داعية الى التخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد لانهاء هذه الازمة والعمل على تنفيذ برامج تعزز من رفع مستوى الوعي والتعليم واشراك النساء والشباب في بناء السلام والتنسيق مع الباحثين لاجاد الحلول السلمية وتضمين مادة السلم وبناء السلام في المؤسسات التعليمية الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي الرئيس السنغالي مكسال قال في كلمته خلال افتتاحه لاعمال القمة الاستثنائية ان الاوضاع الانسانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة التي تشهدها القارة لا تبعث على الارتياح لذا فان الوضع يستدعي التصدي للأسباب الكامنة وراء هذه المشاكل من خلال فتح فضاءات للحوار والتشاور من اجل ممارسة السلطة وتحسين حالة الهشاشة للمواطنين وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة لاعادة الامل للمواطنين واحترام وحماية الجميع وبرغم ما سببته جائحة كورونا من عرقلة لأنه اشاد بجهود وتقدير العاملين في المجال الانساني واطلب من الجميع الكفاحة والصمودة بالموارد المتاحة في القارة وبقوة وابتكارات الشباب والنساء من اجل الحبية والتضامن والعدالة حتى لا تكون القارة الافريقية ارضا تدير فقط الازمات الطارئة معلنا بذلك افتتاح الجلسة الاولى للقمة الاستثنائية الانسانية الخامسة عشر للاتحاد الافريقي لانسحب على اثرها قادة الدول والحكومات ورؤساء الوفيد المشاركة قبل العودة لاحقا في الجلسة الثانية المخصصة لمؤتمر التعهدات والتبرعات بلمحة عن الوضع الانساني السائري في القارة الافريقية التي قدمتها المفوضة في الشؤون الانسانية في الاتحاد الافريقي استهلت الجلسة الثانية للقمة الاستثنائية الانسانية للاتحاد الافريقي في مربوه بجمهورية غيني الاشتوائية وذلك بعد اعتماد جدول اعمال القمة القمة والانسانية ومؤتمر التعهدات المالية كان سانحة لرؤساء الدول والحكومات للتعبير عن تضامنهم والاعلان عن تعهداتهم لتقديم مساعدات مالية للتصدي للازمات الانسانية وتسريع التنمية من اجل رفاهية مشتركة وتحسين الحياة المعيشية للسكان واللاجئين والنازحين وقدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولاء الفريق محمد دريز لبيتنو خطابا شكل فيه رئيس جمهورية غيني الاشتوائية على حفاوة الاستقبال قبل ان يتطرق الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها القارة وعلى الصعير الانساني فان بلادنا شاد من الدول التي تستضيف فوق اراضيها الالاف من الناجئين والنازحين بالاضافة الى جاريين العائلين من جمهورية افريقيا الوسطى وان استضافة كل هذه الاعداد من البشر تشكل اعباء اضافية على البنية الصحية والتعليمية للدولة وكذا قدرات تقديم الخدمات الاولية واشار الى انه برغم هذه التحديات ستستمر شاد في تقديم الخدمات اللازمة خاصة وانها قد وضعت خطة استجابة كاملة وعززت سن قوانين لمنح حق اللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر في هذا الظرف الصعب تستضيف شاد فوق اراضيها منذ اكثر من عقدين خمسمائة وتسعة وستين الف خمسمائة اثنين وتسعين لاجئة الى يومنا هذا دون حساب أربعمائة وستة ألاف وخمسمائة وثلاثة وسبعين من النازحين داخليا وأربعة ألاف وسبعمائة طالب لجوء بهذا العدد الذي تستضيفه شاد فوق اراضيها يضاف الى ذلك مئة وثمانية الف وتسعمائة وثلاثة عشر شاديون عائدون من الدول الصديقة التي تمر بأزمة إذا هذه الأوضاع المغلقة والمتفاقمة ينبغي على هذه القمة الاستثنائية حول التحديات الإنسانية أن تسمح باتخاذ مبادرات ووضع برامج للإدارة المستدامة لهذه الأزمات عمر استراتيجيات وآليات تمويل مبتكرة وواضحة للعمل الإنساني في القارة ويجب مضاعفة الجهود فيما يتعلق بالتفكير والحلول العاجلة على المدى القريب المتوسط والبعيد وفي هذا الإطار تجدد تشاد تأكيد التزابها بتقديم مساهمتها المتواضعة إلى هذا الجهد الجماعي في الوقت الذي تواصل فيه أيضا استضافة تقديم الدعم الأخوي لنصب مليون شخص من الأشقاء الأفاريق اللاجئين في تشاد منذ سنوات عديدة وركزت القمة على الموضوعات ذات الصلاة بالوضع الإنساني كما أن من بين مخرجات القمة الاستثنائية الإنسانية الخامسة عشر ومؤتمر التعهدات المالية أن القادة الأفاريقة تتبنوا فكرة إنشاء الوكالة الإنسانية الأفريقية وفي يوم السبت الثامن والعشرون من مايو الفين واثنين وعشرين كان المركز الدولي للمؤتمرات في سيبوكو بمالابو على موعد جديد والقمة الاستثنائية السادسة عشر للاتحاد الأفريقي والتي خصصت هذه المرة لموضوع الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للأنظمة في أفريقيا وعلى غرار القمة الاستثنائية الإنسانية توالت الخطابات والتي بدأها رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيان جيمان باساوو رئيس الدولة المضيفة للقمة أعقبه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي محمد ثم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون الإرهاب فلاديمير فرونكوفا وافتتح أعمال الجلسة نائب رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية أنجولا جواو لورنسو خطاباتهم ركزت جلها على التنديد بالإرهاب وجرائمه وأكدت تغييرات غير الدستورية للأنظمة في القارة الأفريقية وقدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريز دي بيتنو قدم خطابا رحب فيه بانعقاد هذه القمة الاستثنائية المخصصة للتداول حول التهديدات الإرهابية وعواقبها على مجمل القارة الأفريقية وقال إن الإرهاب يشكل اليوم أحد التحديات الرئيسية التي تهدد أمن الدول الأفريقية والتي تتطلب استجابة عاجلة ومنسقة على الصعيد القاري والدولي متطرقا إلى خطورة الوضع الأمني السائد في منطقة الساحل بشكل عام وأجاد على وجه التحديد قائلا إنه ناجم عن انتشار الإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة بجميع أشكالها والذخائر والمخدرات وإلى جانب الإعلان الذي سيتم اعتماده في هذه القمة طالب رئيس الجمهورية بتقييم موضوعي للإرهاب بالجميع أبعاده بهدف تحديد نهج شامل للاستجابة الجماعية كما تحدث رئيس الجمهورية عن الوضع الاستثنائي الذي وجدت شاد نفسها فيه بعد الرحيل المفاجئ لرئيس الجمهورية المشير دريس دي بيت نو وفي مواجهة خطر الانهيار الداخلي للبلاد فإن الجيش الوطني الشادي لم يكن لديه خيار آخر سوى تحمل المسئولية من خلال إنشاء المجلس العسكري الانتقالي باحتواء الهجوم والحفاظ على وحدة الأراضي وضمان استمرارية الدولة مع إدراك ضرورة إجراءه انتقال سياسي توافقي متناولا الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي فيما بعد من تشكيل حكومة انتقالية وتكوين المجلس الوطني الانتقالي ووضع خارطة طريق المرحلة الانتقالية والمساعي الجارية لعقد الحوار الوطني الشامل للخروج من الوضع الحالي والعودة للنظام الدستوري وفي غضون ذلك دع الاتحاد الافريقي إلى الالتزام بالوقوف مع الشعب الشادي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه ودعمه لقيادة المرحلة الانتقالية بنجاح مشاركة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولاء الفريق محمد دريز دبيتنو في القمتين الاستثنائيتين سمحت له بإظهار موقف شات حيال القضايا المهمة خاصة تلك المتعلقة بموضوعات القمة لقد أوضح رئيس الجمهورية موقف شات حيال مجموعة من القضايا وبالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها بلادنا إلا أنها تعهدت بالمساهمة في تقديم الدعم المالي من أجل القضية الإنسانية التي تواجهها الدول الافريقية ما قدمته شات يعد لفتة مقدرة نظرا لما تمر به البلاد من ظروف وهي تعكس المشاركة الفعلية إلى جانب الدول الافريقية وتعبر عن تضامنها مع باقي الدول الافريقية لحل الأزمة الإنسانية التي تواجهها بلداننا الافريقية بهذه المناسبة أشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريز دبيتنو إلى أن الجهود التي تبزلها السلطات الانتقالية سواء داخل إطار القوة المشتركة متعددة الجنسيات التي تحارب بوكو حرام أو في إطار الساحل بشكل عام رئيس الجمهورية شرح الظروف المحيطة بالأحداث التي أدت إلى دخول البلاد في المرحلة الانتقالية مما ساهم بدون شك في تبديد سوء الفهم الذي كان سائدا في وقت ما وهذا الشرح ساهم في أن يدرك ويتفاهم نزراؤه خطورة الموقف والوضع الذي تمر به شات وأشار أيضا إلى تنظيم الحوار الوطني الشامل المرتق والذي يسبقه عاليا الحوار التمهيدي المنعقد في الدوحة والذي هدفه إتاحة الفرصة لجميع الشاديين بمختلف أطيافهم محافلة الدولية والإقليمية على غرار قمة الإتحاد الأفريقي وهي سانحة لإجراء لقاءات لبحث التعاون ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك بين الدول الصديقة ففي هذا السياق وعلى هامش القمة الاستثنائية الإنسانية الخامسة عشر للإتحاد الأفريقي في ملبوع عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس ديبيتنو بمقر إقامته استقبل رئيس المجلس الرئاسي ليبي محمد يونس المنفي لقاء يجيء بعد إنعقاد القمة وأسمح للرئيسين باستعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين وأسبل تطويرها جاد وليبيا دولتان بينهما العديد من القواسم المشتركة فإلى جانب الحدود المشتركة والتداخل السكاني المشترك بين شاد وليبيا لديهما تاريخ طويل من العلاقات الودية والأخوية واليوم يمر البلدان بوضع مماثل ألا وهو الفترة الانتقالية وانتهز رئيس المجلس الرئاسي ليبي محمد يونس المنفي السانحة وعبر عن مواساته لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في الأحداث المؤسفة التي وقعت شمالي البلاد في منطقة كريبهدي واتفق الرئيسان على ضرورة تضافر الجهدي من أجل وضع حد لظاهرة انتشار السلاح في المناطق الحدودية والعمل على تأمين هذه المناطق وسكانها وبما أن البلدين يمران بمرحلة انتقالية فإن الوضع يحتم على قيادة البلدين تنسيق الرؤى والمواقف حيال القضايا محل الاهتمام المشارك خاصة نجاح المرحلة الانتقالية العلاقات وتادية المغربية هي الأخرى كانت محل بحث بين رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس دي بيتنو ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ممثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية حيث استقبله رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس دي بيتنو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بمقر إقامته بمالابو فالمملكة المغربية التي لديها عدة مشاريع استثمارية واعدة في شاد في عدة مجالات أبرزها شركة موف أفريكا للاتصالات وشركة سماف لإنتاج الإسمنت والتجاري بنك شاد التابع لمجموعة التجاري وفا بنك ترغب في رفع مستوى هذا التعاون إلى مساحات أوسعة وأرحب لذلك يجيء هذا اللقاء الذي أكد من خلاله كبير الدبلوماسيين المغاربة ناصر بوريطة نية بلاده في زيادة حجم التعاون الثنائي وفتح فرص جديدة أمام الاستثمار المغربي رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولاء الفريق محمد دريس ديبيتنو أشاد بهذه العلاقات المتميزة القائمة حاليا بين شاد والمغرب وأكد لوزير الخارجية المغربي توفر فرص الاستثمار في شادة كما رحب بتوسيع آفاق التعاون الثنائي وزيادة مجالات الاستثمار هذا ويحرص قادة البلدين على تدعيم هذه العلاقات وأتبني مواقف موحدة حيال الكثير من القضايا المشتركة كالقضايا الإنسانية والأمنية ومكافحات الإرهاب جالية شادية كبيرة تقطن في مربو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية وهي موزة عامة بين غالبية من التجاري وطلبة وموظفين دوليين عندما نكون مغتربين خارج الوطن ونعرف أن مواطنين تشاديين قادمين إلى حيث نحن موجودين فهذا يسعدنا وقد لاحظتم أنتم أيضا كيف أن السعادة قد غمرت الجميع لدى استقبال رئيس الجمهورية أما بالنسبة للموضوعات المدرجة في جدول أعمال القمتين هي موضوعات تهمنا بدرجة كبيرة خاصة في ظل المشاكل الأمنية والإدارة الرشيدة لقد أحببنا كثيرا مشاركة رئيس الجمهورية في هاتين القمتين ونأمل أن الموضوعات التي نقشت خلال القمة ومخرجاتها تساعدنا من أجل النهوض ببلادنا إنه لمدعاة للفخر بالنسبة لنا كتياديين أن تشارك بلادنا من بين 54 دولة إفريقية أعضاء الاتحاد الإفريقي ويشارك رئيس المجلس العسكري لانتقالير رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس ديبيت نو إلى جانب 22 رئيس دولة لذلك أهنئه وأشجعه على ذلك لقد شاركت شاد بقوة في هذه الفعاليات وكان ذلك جليا من خلال الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية وبرغم البيئة المحيطة بالبلاد فإن شاد تستضيف فوق أراضيها الآلاف من اللاجئين يجب أن يفكرنا حسا الشجير كله يقول لنا ينتونه ولكن بابا نفته لكن معنا لقوم حشان قوادر حقنا يقلموا لهم في كارت الشجير حقنا بعد زيارة حافلة إلى ملبو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية حيث شارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس ديبيت نو في القمتين الاستثنائيتين للاتحاد الأفريقي وأجر لقائن على هامشهما غادر رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد دريس ديبيت نو العاصمة الغينية ملبو وكان في وداعه بمطار ملبو الدولي رئيس وزراء غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما أسوي وأكبار المسؤولين الغينيين وأبعثة أسفارة الجدية في ملبو ولدى وصوله إلى أرض الوطن كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية باهمي بداكي ألبير وبعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي والحكومة ومعاوني رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني موسيقى اشتركوا في القناة